اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على ضرورة بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في التعامل مع قضية الأمن السبراني وتطوير المواجهة الفاعلة للجرائم والتهديدات المرتبطة بها جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام قمة الأردن الأولى للأمن السبراني التي عقدت في عمان تحت رعاية وحضوره صاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن وأكد العسومي أن حكمة الأمن السبراني في العالم العربي أصبحت ضرورة حتمية وضمانة رئيسية لتعزيز الثقة العامة في الاستخدامات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية الاقتصاد الرقمي وتأمين البنى التحتية الحساسة ضد الهجمات الرقمية مؤكدا أن مخاطر الجرائم السبرانية لا تقتصر على الأفراد فقط وأنما تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي والمجتمعي للدول ونوه العسومي بالجهود التي يبدرها البرلمان العربي من خلال إصدار أول قانون عربي استرشادي خاصا بالأمن السبراني عام 2021 اشتركوا في القناة